حقق بطل الراليات تمشاري الضفيري المركز الأول على مجموعته م اي ار سي اثنين في رالي قبرص الدولي ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات وصرح الضفيري لوكالة الأنباء الكويتية في ختام البطولة أن السباق كان متعبا من حيث طبيعة الأرض ووعورتها وقد واجه المتسابقي بعض المشاكل لكنهم استطاعوا التغلب عليها وتحقيق أفضل النتائج وأعرب الضفيري عن فخره كمتسابق كويتي تمكن من تحدي الصعوبات للمشاركة في البطولة التي تجرى في ظل تفشي جائحة كورونا المتسجد وتحقيق المركز الأول في مجموعة ميرس اثنين للمرث السادسة والمركز الثالث في الترتيب العام